بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سنتحدث في المحاضرة الأولى في مساق حلقة بحث وهي بعض الطلاب القدامى مسجلين حلقة بحث واحد والطلبة اللي سجلوا بعد هيك التحقوا في الكلية بعد 2016 سجلوها بمساق حلقة بحث عليتي حال المادة واحدة إن شاء الله هنبدأ المحاضرة الأولى اليوم ونتحدث فيها عن بعض الأمور لكن قبل ما نتحدث عن المحاضرة الأولى نحن نتحدث عن الخطوط العريضة لهذا المساق في هذا المساق إن شاء الله نتحدث عن الأبحاث العلمية البيبرز أو الريسيرش بيبرز إيش مكوناتها؟ كيف بتم نشرها؟ كيف بتم قراءة الأبحاث العلمية؟ كيف بتم نشر الريسيرش بيبرز هذه؟ وبعد ذلك إحنا إن شاء الله سنتكلم ونطرق إلى طريقة عمل ملخص للريسيرش بيبرز وكيفية الرجوع لها بعد مدة عند الحاجة وهذا الكلام طبعاً سيكون من خلال تدريب الطالب على عمل تلخيصات للريسيرش بيبرز وتقديمها خلال الفصل حتى إن شاء الله مع نهاية الفصل يكون الطالب قادر على إنه يتعامل مع الريسيرش بيبرز بطريقة سهلة ويعرف كيف يدقراها وكيف يدرسها وكيف يستنبت منها المعلومات وقبل هيك هو يحدد هل المقالة هذه أصلاً هي مناسبة إلو أو مش مناسبة إلو نحن الآن بنتحدث عن المكونات الأساسية للريسيرش بيبرز ونشوف إيش إحنا ممكن نتعرف على هذه المكونات ونشوف إذا المكونات هذه كيف ممكن إحنا نقرأ طيب إحنا الآن بنتكلم عن الموتوفيشنز يعني ليش إحنا بنقرأ الريسيرش أو السينتيفيك بيبرز إيش الدافعية تبعتنا، ليش إحنا بنروح بين نبحث في أدوات أو محركات البحث الإلمي وبين نبحث عن السينتيفيك بيبرز إحنا طبعاً الناس متختلفة في دافعيتها للقراءة السينتيفيك بيبرز في الغالبية هم من الوسط الأكاديمي كأساسة الجامعات والباحثين في الجامعات وفيه كمان بيبحث عن السينتيفيك بيبرز اللي هم أصحاب الشركات اللي هم الشركات الأدوية، شركات التصنيع الغذائي، شركات التصنيع السمادي النباتي شركات كثيرة، حتى الشركات اللي لها علاقة بالتصنيع المعدني والجميع المجالات بيحتاجوا أن هم يكونوا مطلعين على الريسيرش بيبرز أو السينتيفيك بيبرز للإطلاع على كل جديد نحن بدنا نهتم ونركز على الأكاديمي كورد اللي هو الناس اللي هم في المجال الأكاديمي لكادرة الجامعات وأسادتة الجامعات والكليات وطلبة العلم في الجامعات ليش هم بيبحثوا وبيهتموا في قراءة السينتيفيك بيبرز أسباب ثلاثة الـ Content بيقول لي انه Looking for new ideas or new proof techniques to write a new paper يعني المحتوى السينتيفيك بيبرز هو أحد الأهداف بيبحث عليها طالب العلم بمعنى بمعنى انه هو بيبحث على new ideas بيبحث على أفكار جديدة في المجال اللي هو مهتم فيه او في البحث اللي بيشتغل عليه لو فرضا انه فيه طالب يشتغل فيه مجال معين في بحث معين دعم الـ Research دعم المشروط أخرج هو بدي يضطر انه هو يشوف السينتيفيك بيبرز ويشوف فيه أفكار جديدة طلعت في الموضوع فيه أبحاث فيه Trends في Directions موجودة فيه جديدة هو ما بدي عرفهاش يبقى هو بدي يشوف في new ideas or new proof techniques اذا كان فيه techniques تم اعتماده وهذا التكنيكس جديد وحديث مش موجود في تكست بوكس هو ممكن يلاقيه في الـ Research Papers بالاضافة الى الـ Ideas اللي حكينا عليها تراتي نيو بيبرز يبقى الطالب العلم او الباحث في الجامعات يستطيع او يرغب في القراءة السينتيفيك بيبرز بهدف الاول اللي هو المحتوى ويشوف المحتوى العلمي للسينتيفيك بيبرز ويشوف هل فيه هناك new ideas هل فيه new approved techniques هذا يساعده في انه هو لما يكتب البيبرز يكون فيه أي رسيرش بيبرز يكون هو يعني الكتابة تبعته والأفكار اللي وضعها والتكنيكس اللي يشتغل عليها بتكون حديثة و updated الهدف التاني الموتيفيشن التاني لقراءة السينتيفيك بيبرز اللي هي التوبك التوبك المقصود في what are the new directions in my field or learning a new topic ايش العنوان التوبك اللي هو العنوان والتوجه العام هل فيه هناك new directions في المجال اللي انا بدي اشتغل عليه هل فيه هناك عنوين اخرى انا مكنتش بعرفها تفرعات الطالب مكانش بعرفها وجدت و احنا ما نعرفهاش السينتيفيك بيبرز هذي بتجاوبك على هذا السؤال لو انت مثلا كنت مهتم في مجال المايكروبيولوجي مثلا ممكن يكون فيه directions في هذا العلم انت ماش مطلع علي directions جديد وطوبك جديد انت ما بتعرفهش هذا الكلام طبعا بيخليك updated وبيطلعك على كل جديد فيما يخص التوجهات و ال new topics اذا كان موجود في هذا المجال انت interesting فيه طبعا اذا كان الطالب اختار تخصص وخصوصا في استكماله للدراسات العلية فيجب ان يكون متبحر و يغوص في هذا العلم اللي هو اختار ان يتخصص فيه لذلك هو لا يقتصر المعلومات اللي بيخدها على مرحلة اللي هي تكسبوك وانما في مرحلة الدراسات العلية وبيحتاج الى انه يكون updated اكثر وانديب اكثر في المجال اللي هو اختار يكمل فيه الهدف الثالث من ال reading scientific papers اللي هو ال authors الكتاب الناشرون ال scientific papers بقولي looking for valuable colleagues to work with or new cameras المقصود هنا ان انت تتعرف على الناس زملائك اللي هما بينشروا الابحاث العلمية في المجال اللي انت مهتم فيه interesting theme هذا طبعا مهم جدا في المجال البحث العلمي لانه انت يعني soon or later راح تحتاج انه انت تتواصل مع باحثين في مجالك تتناقش معهم في نقطة معينة تاخد رأيهم تستفسر عن شغلة تشوف ايش الابحاف اللي عملوها في هذا المجال تاخد منهم data تعطيهم data يعني بيلزم انه انت تتواصل مع colleagues وهذول الناس هما المفروض ان انت تحرص على مراسلتهم وتعرف عليهم عساس انه يعني هما في مجال عملك وبالتالي لا يخلوا الامر من انه تم تعاون احتياجهم او هما يحتجوك في العديد من النقاط وبالتالي تواصل مع الاثرز جيد اللي هما في نفس مجال عملك وبالتالي هنا قراطك لسينتفك بيبرز بصير عندك انت معرفة مين هما الناس المميزين اللي بيكتبوا سينتفك بيبرز محترم مين هما الناس اللي بينشروا بحث علمي بشكل مستمر مين هما الاثرز اللي هما نشطين وعندهم خلفية واسعة في التكنيكس وفي وفي نيو ايدياز للمجال اللي احنا بنشتغل فيه هذه كلها يعني موتيفيشنز ودوافع للناس اللي شغالين في الاكاديميك بورد بحيث انه هما يعني يدفعهم لانهم يقرؤوا السينتفك بيبرز اللي هما اللي بنتكلم عنها اللي بنيجي احنا السينتفك بيبرز لها تكسونومي تصنيفات مش كل التصنيفات احنا هنركز عليها لكن للعلم في عندنا ريسيرش ريبورد في ووركشوب بيبرز في كونفرانس بيبرز في جيرنال بيبرز بس احنا بدنا نتكلم على السريع عشان هنعرف ايش يعني المقصود الريسيرش بيب الريبورد هو بيكون يعني الريبورد طالع لشيء بخص شغلة معينة بيكون باحث عمل ريسيرش عليها واخرجها بشكل منفرد وبشكل مخصص لبحث معين مش هذا البحث بكونش موسع بطريقة يعني واسعة ووركشوب يعني بكون عملية جماعة من الناس عملوا ووركشوب وتناقعة الافكار وتم استنتاج واستخلاص العبر في موضوع معين وبالتالي نشر كبيربر كونفرانس بيبر طبعا في مؤتمرات علمية بتحدث وبتم عرض ابحاث علمية في هذه المؤتمرات البحث العلمي اللي بتم نشره في هذه المؤتمرات بينشر كبيربر لكن هو بيكون كونفرانس بيبر يعني بكون طريقة المراجعة لهذا البيبر وطريقة قبوله والخطوات اللي بيمشي فيها السانتيفك بيبر اللي بمشيها في الكونفرانس بيبر غير اللي بمشيها في الجيرنال بيبر لكن في الكونفرانس بيبر برضو اللي يعتاد بهذا البيبر اللي بيكون زي ما حكينا هو بحث علمي تم نشره في مؤتمر دولي وهذا المؤتمر بيكون بيأتيه على العديد من الباحثين كل واحد بيجي طبعا هو بيكون المؤتمر بخص فيلد أو برانش معين من السينس وبالتالي بيجتمعوا نحو فكرة معينة أو هدف معين في هذا المؤتمر وكل واحد بيجي بيكون عامل ريسيرج بيطرح ريسيرج تابعوا و بيخرج ك كونفرانس بيبر هذا الريسيرج في عنا الجيرنال بيبر الجيرنال بيبر زي ما انتم عارفين هو عبارة عن سينتيفك بيبر بتم مراسلة إحدى المجلات العلمية اللي موجودة في العالم و بتم عرض البحث على هذه المجلة المجلة بتقوم بالتواصل مع مراجعين أو روفيورز و بتم تحديد إلها طبعا كل مجلة إلها معايير و كريتيريا لقبول أي بحث علمي و طبعا المجلات العلمية في العالم مختلفة من مجلة لمجلة في المعايير والتشدد و مستوى البيبرز اللي بيقبلوه لانه زي ما بنعرف انه مشكلة البحث علمية ذات مستوى واحد فيه ببحث علمية مستواها مرتفع جدا و تم الشغل عليها طريقة محترمة و حديثة و فيه ببحث علمية بتكون ضعيفة أو متوسطة وبالتالي المجلات العلمية متنوعة و مختلفة فيه مستويات قبولها لهذا الابحث العلمية فالباحث براس المجلة العلمية و بيطلب نشر البحث طبعا بتم عرض البيبر او البحث العلمي اللي هو عامله الباحث على ريفيورز او مراجعين و بتم دراسة الموضوع وفق المعايير اللي المجلة تطلبها وبعدك بتم ابلاغه بالقبول او الرفض و اذا كان فيه قبول بيكون فيه بعض الملاحظات لازم الباحث يعملها حتى تكتمل معايير القبول لدى المجلة هذا تقريبا يعني التاكسونومي للسينتفك بيبرز احنا في عندنا النسبة للسينتفك بيبرز في انها انواع بخلاف التاكسونومي في عندنا انواع او الريسيرش نفسه طبيعة الريسيرش بيختلف لست اقسام في عندنا او الريسيرش طبعا هذول الاقسام الستة اللي احنا نحكيهم هم كل هم سينتفك بيبرز لكن هم نحن نركز على نوعين هنذكرهم الآن خلال السياق او الريسيرش الريسيرش اول شيء المقصود بالاوريجينال ريسيرش او الريسيرش المقصود في انه الباحث بطور فكرة معينة بدي يحل مشكلة تقنية معينة هذه المشكلة بتكون مثلا في معالجة مثلا انتبيوتك ريزيسسنس الباتيريا معالجة مشكلة في المرض مثلا السكة تصلب الشرايين هو عنده ادوية بدي يجربها ايا كان السينتفك بيبر اللي بدي يشتر عليه او هو البحث العلم اللي بيشتر عليه فبيكون بيصمم الفكرة وبيبدأ يشتغل العملي والميثودز يصممها وياخد طرق أبروبت سابقة ويبدأ يصمم البحث العلمي ينشئه بداية من الفكرة الى ان تكتمل البحث ويخرج بنتائج ويخرج باستنتاجات ويخرج بتوصيات هذا بنسميه او بالمعنى اللي هو بحث أصيل بحث أصيل معناته هو ينتمي الى صاحبه صاحبه كان صاحب الفكرة هو اللي اشتغل وهو اللي جاء بالعينات وهو اللي اشتغل بطريقة ويطلع نتائج بطريقة صحيحة ونتائج هذي بتخصه هو لوحده عمل استنتاجات وعمل discussion على هذي النتائج ويطلع وتوصيات هذا نسميه original articles النوع الثاني كيس ريبورت كيس ريبورت يعني هوا بكون في حالة بتم التركيز عليها والحالة هذي بتم العمل بحث عليها بشكل مكثف وهذا يعني بالنسبة لطلبة التحاليل الطبية او المجال الطبية بتكون نادر الشغل على هذا النوع من الارتكيلز او الريبور فيها انها technical notes describe specific technique or procedure هذا يعني اسمها technical notes يعني هوا بتم تفصيل وشرح بالمفصل وخصوصا اذا كان حديث او خطوات عمل معينة لخدمة الباحثين بكتوريا الاستي teaching articles with images بتم في البكتوريا الاستي توضيح فكرة معينة توضيح مفاهيم محددة من خلال الاماجز المقصود بها الاماجز الصور مع التابلز review articles او review papers اللي هي المقصود فيها انه الباحث بياخد مجموعة من scientific papers اللي مشهر تحول موضوع معين بده هو يلم الموضوع ويلخصه ويلملم جوانبه وياخد الزبدة تبعته ويظهر لنا في review articles وهذا طبعا شائع وبرود وموجود جيد هو للباحثين اللي هم بيكون عندهم افتقار للمعلومات كافية عن فكرة معينة يعني انت كطالب بتتعمل بحث مثلا ويطلب منك انت تتسوي بحث في نقطة معينة لكن انت ما عندكش الخلفية العلمية والمعلوماتية الكافية عن هذا البحث فهي اسهل طريقة واسهل طريقة لانا احوش واجمع معلومات عن الموضوع هذا اللي انا ما بعرفش عنه حاجة او معلوماتي قليلة عنه ان انا اروح لreview articles هذه هي عبارة عن article الاثر جمع مجموعة من scientific papers واخذ الخلاصة من هنا والخلاصة من هنا والاستنتاج من هنا والداتا من هنا ويطلع انها في طريقة سهلة ومنسقة ومرتبة بحيث انه الباحث بيستطيع انه هو لما يقرأ review article ياخد فكرة ممتازة و جيدة عن الموضوع كومنتري بتكون باحث له نوتس معين على نقطة محددة بيكون هو بيذكر رأيه فيها احنا اللي بهمنا نركز عليه في المساق هذا ان شاء الله اللي هو اول واحدة original article اول original article هذا احنا نحتم فيه و review articles هذا برضو يعني هو اكثر المعين من scientific papers اللي هما يعني مشهورين ومتداولين في مجال البحث العلمي طيب كيف انا كباحث بدي افرق ما بين ال original article و review article يعني لما انا بدي ادور على محركات البحث العلمي الطبي مثلا كيف انا بدي انا ابحث على review article او بدي ابحث على original article فانا بيطلع معايا ال article كيف انا بدي اعرف انه هذا اللي عندي هو review article او original article في عندي ثلاث اشياء بتميز لي ما بين ال review article وال original research نمرة واحد many reviews will be labeled as review on the first page of the article في كثير من scientific journals بتلاقي انه لما بدأت تنشر review article بتلاحظ انه على الرأس الصفحه الاولى على رأس الصفحه الاولى في هناك اشعار بكتوب عليه review هذا معناته انه هذا article is review article وبالتالي هذا النظام تتبعه العديد من scientific journal حتى من البداية بقولك انه هذا review article يعني ايش يعني review article يعني ما فيش في الماثدولوجي لانه هو ما اشتغلش بحث علمي ما لمش عينات ما جابش procedure ما فتحش اجهزة واشتغل هو جاب papers ولم الموضوع معين في كم كبير من scientific papers اللي ها علاقة ب specific point وطلع عليه اللي هو هي اللي هو review article هذا يبقى معناته اول اشعار بيكون موجود على الصفحه الاولى لل scientific papers وبكون مكتوب review يعني معناته هذا review article العلامة الاخرى انه هو ما فيش فيه methods نحنا حكينا قلنا انه review articles هو ما اشتغلش عينات ما اشتغلش على اجهزة ما عملش محاليل ما اشتغلش يعني في ايده شغل عملي وبالتالي هذا article اللي هو ما اشتغلش هو لا يحتوي ويفتقر الى اللي هو جزئية الماثدولوجي او materials and methods وبالتالي هذا يعني علامة ثانية ثلاثة في review articles the graphs and tables and figures containing actual data will contain citations in the figure legend to the primary research paper that originally reported in the findings يعني هو لما بيجيب انت في البداية في original article لما انت بتعمل جدول الجدول هذا بناء على شغلك في الماثدولوجيا وبالتالي هذا الجدول انت اللي عامله طب لما انا بقى اشتغل في البحث المي وبطلع عندي نتائج تحت الميكروسكوب او نتائج على الجيل في الالكتروفورسكوب او نتائج بالPCR او 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 وأنا بقل بصور هاد النتائج هاد النتائج هاد الصور تبعتي والجداول تبعتي والداتا هي تبعتي انا وبالتالي وفي الـ figures و graphs و tables هي تعود للـ author وليس سيضع citations وليس سيضع الـ reference لها لكن عندما يكون في الـ review articles عندما يجبه هو الـ graphs و tables هو جاب tables من مجموعة scientific papers التي أخذ منها المعلومة وبالتالي هو هنا مجبر في الـ table أو الـ figure أو الـ graph يجب أن يضع المرجع الذي أخذ منه هذه الـ graphs أو tables لكن بخلاف الـ original article تكون أنت التي طلعت الـ data وبالتالي لا يوجد هناك reference لـ tables التي تضعها فيها يبقى أن هناك ثلاثة بنود تستطيع من خلالها أن أميز ما بين الـ review articles عن الـ original reserve هنا بيقول لي why bother ourselves يعني ليش إحنا بنغلب حالنا وليش إحنا بنعذب حالنا وبنفرض وقت وجهد ومال في قراءة الـ scientific papers طبعا في بعض الـ papers وبالتالي تستطيع أن تفتحها إلا 9 فلوس وبعد ذلك بدأ تأخذ وقت معك ومجهود وبالتالي طبعا إحنا ليش إحنا من الأساس يعني كباحثين في مجال الـ applied science ليش إحنا بنركز على الـ papers وأنا إيش اللي بدي في الآخر الثمر هتحصل عليها من خلال هذا المجهود وهذا الإنفاق على قراءة الـ scientific papers بداية ما يقول الجيرنال papers are current الجيرنال عندما تنشر الـ papers هذه current يعني هذا حديث بخلاف التكست بوكس عندما أنا كطالب مرحة البكالوريوس في الجامعة يكون عنده تكست بوك تكست بوك هذا ممكن الجامعة تقبل أنه يكون قبل 4 سنين 5 سنين 6 سنين ليش؟ لأنه هو تكست بوك هو يحتوي على المعلومات الأساسية اللي هو طالب في مرحلة البكالوريوس بيحتاجها حتى يتأسس بعد ذلك إلى البحث العلمي وبالتالي هو بيكون مش بالضرورة مش بالضرورة أنه يكون التكست بوك هو لازم يكون update سنة بسنة لا هو تكست بوك يعني هو بيحتوي على معلومات وحقاق علمية معروفة قديمة وصيغة بسلوب شرح معين ويطالب في مرحلة البكالوريوس لأنه هو مرحلة البناء هو يحتاج إلى التكست بوك لكن ما يميز جيرنال بيبرز هو current حديثة و updated طيب يبقى هذا سبب مقنع وسبب أساسي أنه حداثة المعلومة اللي أنا بأخذها وبأستقيها من المتجمع سبب السبب الثاني الجيرنال في السابق مفتحة المفتحة من المعلمات التي تحتاجها الجيرنال هي أسرع وأسهل طريقة أنك إنت تاخد من خلال المعلومات المعلومات اللي أنت بتحتاجها لأنه لما بنتكلم عن المتجمع بابر بتحكي عن specific point محددة هو عامل عليها بحث وبالتالي انت اذا مهتم في موضوع معين مهتم في نقطة معينة وبحثت عن البيبر اللي هي بتتكلم عن هذا الموضوع فانت حصلت على البيبر ناقشت ال specific point انديب اللي انت بتحتاجها وبالتالي هذا اسهل من ان اروح لكتب بتكون المعلومة اكثر اشي يعني ما الى general information او theory وبالتالي حصول على ال information بيكون اكثر سهولة واكثر مباشرة من خلال scientific papers البند الثالث اللي بدفعني ان انا اروح على scientific papers كيف تستطيع اخذ البيبر لكي تستطيع اختيار اختياراتك في ال scientific paper لما انت بتقرأ ال scientific paper معين بما يخص specific point انت مهتم فيها في اخر البيبر وكتب بيجيب لك المثوديوليجي ونتائج وفي آخر البيبر بعد النتائج بيصير فيه discussion لهذه الداتا هذا الكلام مهم جدا للباحث ولطالب البحث العلمي لأنه هو بيصير يعرف كيف الناس بتفكر وكيف الناس بتتعامل مع النتائج تبعتها وكيف الناس بتخرج أفكار خلاقة مبدعة من خلال النتائج اللي طلعت معها في فصل فإذا كان إذا كان أنت مهتم في نقطة معينة وإنت طلعت في برز بتتكلم عنها نقطة معناته أنت هتأخذ لداتا مهم جدا ومحترم وكمان بإنت you will get enough details to replicate what you read about. أنت بتأخذ معلومات مفصلة مفصلة بشكل كافي عساس أنه أنت تستطيع أن أنت تتعامل مع هذه الداتا بشكل مكرر بمكرر ليش؟ لأنه أنت بتقرأ paper واثنين وثلاثة وبالتالي أنت بتأخذ تفاصيل جيدة من عدة مصادر هذا طبعا شيء ممتاز وجيد لأنه بتكون أنت بتشعر بالأريحية أنه فعلا أنت أخذت بطريقة جيدة جدا من خلال عديد من البيبرز اللي بتكلموا على نفس البيبرز اللي بتبحث عنها النبطة الرابعة to find out exactly what the latest development are in the field بالتأكيد أنت لما تقرأ البيبرز اللي في البيبرز اللي بتبحث عنها ومهتم فيها أنت معناته وخصوصا البيبرز هي بتكون يعني جديدة يعني نحن في سنة 2020 في شهر في نهاية سبتمبر أنت معناته تستطيع أنه أنت تحصل على بيبرز في سنة 2020 تستطيع أنك في البيبرز اللي أنت مهتم فيها تلاقي بيبرز من شهر مثلا تنموز من شهر مايو من شهر إبريل هذه طبعا تعتبر recent papers و updated papers وبالتالي أنت لما بتتكلم عن البيبرز اللي في هذا الوقت توقيت معناته أنت بتتكلم عن latest developments في هذا الفيل معناته أنت يعني آخر ما توصل إليه العلم هو موجود أمامك وبالتالي أنت مش تكونش متأخر في scientific research عن colleagues اللي موجود في العالم بعد كده البند الخامس to find out how certain piece of research was done لما أنت بتكلم عن نقطة معينة وتتكلم عن أنك أنت مهتم في بحث العلمي في specific point معناته أنت تستطيع أن تشوف وتتطلع على كيف هم عملوا بحث علمي في هذا المجال كيف هم بتشتغلوا كيف يشتغلوا كيف أخذوا العينات كيف جمعوا العينات كيف تعاملوا مع العينات كيف هم deals with these samples وبالتالي التوجهات والترنز اللي بتخص العينات والمجال اللي أنت بتتم فيه أنت حتكون عندك واضحة من خلال الاطلاع على هذه الفيبرز فبتشوف كيف تم عمل وممكن تلاقي أكثر من طريقة وإنت بتنقل طريقة اللي بتناسبك إيش عنه بتناسبك اللي بتناسبك من وقت الوقت هل بتناسبك المصروف الكوست لأنه في بعض الأبحاث هالمية هي ممولة وبالتالي حتتطلع أنت حتلاقي المثال جي مكلف جدا وإنت ما بتقدرش أنك أنت على نفقة حسابك أو نفقة الخاصة أنك انت بتعمل ونتقوم أنت بتحاول تبحث عن طريقة أخرى فاللي بناسبك ممكن ما يناسبش زميلك الآخر مدعوم من شركة مدعوم من مؤسسة معينة من جانا معينة وفي ناس بشتغلو على حساب وبالتالي هنا بتم المهنية أنه تنقي المثال اللي بتناسبك من نحت التوقيت من نحت التعقيد من نحت الكوست وهالأمور آخر حاجة because one day soon you could be writing papers too طبعا بيتكلم عن أنه يعني soon or later أنت حيجي يوم أنك تكتب papers scientific papers وبالتالي قراءتك ل scientific papers وطلاعك على المثال اللي تتبعوها وقالية discussion وكيف الناس بتفكر وكيف بترطب نتائجها وكيف بتكتب المقدمة وكيف بتنقل عنوان و كل هذا الأمور يعني أنت حتى تتسب هذه المعارف والمهارات وبالتالي هذه كلها الست بنوت هي أسباب قوية تدفعنا على أنه فعلا الأمر يحتاج إلى صرف مال وجهد على قراءة scientific papers وكيف نتائجه الآن نتائجه البيبر نفسه scientific paper هو بيكون له ترتيب وهذا الترتيب متعارفة عليه دوليا scientific paper موجود في بداية title اللي هو عنوان البحث العلمي في abstract أو منخص في introduction بعد abstract اللي هو introduction بعد introduction في result وبعد result في discussion اللي هو مناقشة النتائج الترتيب بداية بيكون البيبر عندي يحتوي على title الترتيب لابد يجب y ونجد طويل ويحتوي على اختصارات وما إلى ذلك بعد ذلك بنحكي على abstract اللي هو ملخص اللي سنجي بالتفصيل وبعد introduction وبعد results وبعد discussion في بعض المجلات العلمية تتبع نظام انه بتدمج الريزولت مع الديسكشن في بند واحد وفيه بعضهم بيفصل مش مشكلة يعني هذا موجود وهذا موجود هنا مثلا عنا احنا تحدثنا عن وجود العنوان هنا العنوان مثلا هذا اللي هو عنوان السيانت في الكتابة طبعا احنا حكينا هنا قلنا title and authors هاي title وعنا الاثرز اللي هما الناس هذولا هذولا كلهم اللي هما الاثرز فيبقى بالترتيب نبدأ بالعنوان وبعدين بيكون عندي اللي هو الاثرز اللي هما الكتبوا هذا البحث طيب بعد هيك في عنا الابستراكت هاي الابستراكت الابستراكت بتكلم على اللي هو ملخص ما جرى في هذا البحث العلمي طبعا احنا قبل ما تتجرى البيبر هذا بيكون حوالي سبع او تمان او عشر ورقات فبدل من انت تجرى السبع او عشر ورقات انت بتجرى الابستراكت اللي موجود عندك امامك هنا هذا الابستراكت بيكون موجود في بعض المعلومات بشكل عام عن ما تم عمله في هذا البحث العلمي اذا كان بناسبك بتكمل وبتقرأ باقي البحث الموجود عندك اذا لقيت هذا المجال بعيد خلص انت بتكونش ضهر صرفت وقت كتير وبالتالي انت بيّن معك الامور من خلال قراءتك للابستراكت الانترودكشن بعد هيك الانترودكشن هاي امامنا هذا الانترودكشن يعني بتكون تقريبا في حدود صفحة الآن قدام احنا نحكي ايش اللي بنكتب في الابستراكت بالزبط وايش اللي بنكتب في الانترودكشن بعد الانترودكشن في عندي اللي هو الماتيريالز اند ميثود اللي عندي الماتيريال اند ميثودز فيها المفروض انه هو الباحثين بيتكلموا بالزبط هم ايش اللي عملوه خلال اجراءهم لهذا البحث العلمي هنا في عنده الديان اي عمليفيكيشن كيف عملو بي سي آر ايش بالزبط البروتوكول اللي اشتغلو عليه في البي سي آر ايه الديان اي اكستركشن كيف هم عزلوا الديان اي للبكتيريا مثلا كيف عملو الديان اي سيكوينسينج وكل امور هذا بالتفصيل كيف هم اشتغلوا على الكلام هذا طبعا المفروض انه تكون واضحة وما فيش فيها لابس بعد الماتيريالز والمثود بنروح الريزالت طبعا ايش النتائج اللي طلعت معاها هاي الريزالت بيبدأ يعرضوا اللتائج اللي طلعت معاهم والصور من خلال صور من خلال تيكست من خلال جداول من خلال يعني ايش اللي بيلاقيه مناسب بيعرض بما يتناسب مع الجرافز كمان هاي وحاطة جرافز وصور وما الى ذلك كل هذه الامور النتائج ظهرت معا بعرضها بالطريقة اللي بيشوفها مناسبة وواضحة للقارئ بعد الريزالت في عنا اللي هو الديسكوشن الديسكوشن اللي هو مناقشة النتائج وعمل الديسكوشن هاي هنا الديسكوشن بدأ يكتب لا ايش هو وجهة نظره في النتائج اللي طلعت هو ايش رؤيته ايش فلسفته ايش الاستنتاج اللي اللي ظهر اللي طلع معاه كل هذه الامور بيكتبها هو في الديسكوشن بعد الديسكوشن هنا مكتوب لكن يفضل ان يكون في عنا هنا كونكلوجين اللي هو بيلخ استنتاج ملخص لكل الفيبر بيلخص ايش استنتاج من وراء الكلام هذا بعد هيك هو بروح للأكنولوجمنت اللي هو المقصود فيها يذكر الناس او المؤسسات او الهيئات او الجهات اللي هما كانوا مساعدين او الاشخاص المساعدين اللي له للباحثين في هذا البحث العلمي مين قدم له معلومة مين ساعدوا في العمل مين ساعدوا في جمع النتائج مين عطاء دعم مادي مين هيئلوا المختبر تبعه كل الناس اللي ساعدوا في الاجراء هذا البحث العلمي مفروض انهم يذكروا في باند الاكنولوجمنت بعد هيك بتنكتب الريفرانس اي معلومة انت استطعتها من الخارج يجب ان تم توثيقها من خلال الريفرانس والريفرانس زي ما تشايفين هنا ايه بتم ذكر كل الريفرانس اللي هو اللي بتوثق من وين مصدر المعلومات اللي انت جبتها اللي هي خارج معلومات اللي انت الداتا تبعتك يعني المذكور في المقدمة المعلومات اللي انت قارنت فيها شغلك مع شغل غيرك طب يجبت لما انت ذكرت شغل غيرك من وين جبت المصدر كل الريفرانس هذي بعدين في بعض الناس بحط الفيجرز والتيبل مع الريزلز بحطها في الاخر مش مشكلة هذي يعني الورغانيزيشن للبيبرز وهذا الورغانيزيشن يعني هو المعتمد عالميا و جميع الجيرنالز بتمشي عليه في نشرها للسانتفيك بيبرز نكتفي اليوم عند هذا الشريحة و احنا المحاضرة القادمة ان شاء الله رح نتكلم عن التايتل والاوثار و كيف يتم ترتيب الامر هذا و اخراجه بالشكل العلمي الصحيح نكتفي عندنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته